هذه ليست صورا من ضواحي كييف أو سيفستبول الأوكرانية هي من أحد الأحياء السكنية في منطقة كييفسكي جنوب بيلوغانسك الخاضعة للسيطرة الروسية تتهم إدارة المدينة التابعة لموسكو الجيش الأوكرانية بقصف المنطقة وإلحاق أضرار بمجمع صناعي بها ويرجع المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية حدوث هذه الأضرار على جبهته لاستخدام كييف سواريخ بريطانية لهذه الضربة تم استخدام صواريخ ستوم شادو التي منحتها بريطانيا لكييف على الرغم من تصريحات لندن بأنها لن تستخدم ضد أهداف مدنية يستعرض كوناشينكوف ما قال إنه حطام طائرة بريطانية مسقطة قبل أن يحيل إلى أخبار الجبهة في باخموت حيث يبشر بتقدم القوات الروسية تقارير الاستخبارات البريطانية تنشر عكس ذلك تقول إن الأيام الأربعة الماضية شهدت انسحابا للقوات الروسية من مواقع لها في المدينة انسحاب يؤكده أيضا رئيس مجموعة فاغنر ويصفه بالهروب الذي سيؤدي إلى حدوث مأساة يجب على موسكو أن تتوقف عن الكذب بشأن الوضع في باخموت ذلك سيؤدي إلى مأساة عالمية لروسيا في غضون ذلك تواصل كييف استقبال المساعدات العسكرية الغربية ويحث مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي على تسريع العملية بقيمة ثلاثة مليارات دولار تصل مساعدات ألماديا وتستقبل إيطاليا الرئيس الأوكراني لإجراء محادثات مع مسؤولين حكوميين ومع البابا فرانشيسكو يقول زيلنسكي إن هذا الدعم الغربي المتواصل يظهر بوضوح أن روسيا محكوم عليها بالخسارة في وقت تعد فيه موسكو هذا الدعم عملا عدائيا قد يؤدي إلى تصعيد خطر في منطقة العملية العسكرية الخاصة شكرا